عبد القادر سالمي واحد من أهم الأسماء في الملاكمة بتيارت والآن بصدد التدريبات العادية بعد التتويج في بطولة العرب للناشئين في الكويت قد نتحس على البطولة بفضل توجيهات المنطرابين تغلب على المديرس الكبار في الملاكمة مثل مصر كويت تونس ونهدي ذا الفوز للولايات تيارت والجمعية تشايد حمدين عدة والجزيرة سيفة عامة تحقيق نتائج مبهرة كللت بميدالية ذهبية كان وراءها مجهودات فردية ومساهمة المدربين وكانت التدريب التائم تكاثفا كانت صباحا ومساءا لقدرت أن ندير إنجاز في هذه البطولة العربية وقدرت أن تحصل على البطولة بفضل توجيهات المنطرابين في البرنامج بطولات أخرى وأمل في التألق من جديد المهم أن تحذير تعورها للبطولة العربية والبطولة العالمية إن شاء الله بربيه إن شاء الله يتمكنوا ويتحصل على البطولة العالمية والألعاب العربية الموهبة والإرادة مع المدرب الحريس يمكنها تحدي الواقع فهذه القاعة المتواضعة في دار الشباب الشمالية بمدينة تيارت أصبحت مصنعا للأبطال